واخيرا وبعد اكثر من عشرين يوما على الزلزال مدير منظمة الصحة العالمية يتذكر الشمال السوري ويتفقد مستشفياته وصل جيبريسوس الى محافظة ادلب اتيا من توركيا وزار ثلاثة مستشفيات في بلدات باب الهوى وعقربات وسرمدة كما تفقد مركز ايواء للمتضررين من الزلزال في بلدة كفرلوسين وهذه الزيارة تعد الاولى لمسؤول اممي رفيع المستوى منذ الزلزال الى منطقة ادلب ومحيطها والتي نادرا ما يزورها مسؤولون امميون ان التمويل الحالية وفتح معابر حدودية اضافية ليست اجراءات كافية لمساعدة المنكوبين في المنطقة التي ضربها الزلزال في شمال غرب سوريا كما اعترف جيبريسوس مؤكدا انه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التمويل وطرق الوصول السيد جيبريسوس قبل زيارته لادلب زار مدينة حلب في الحادي عشر من شباط فبراير محملا بسبعة وثلاثين طنا من الامدادات الطبية الطارئة استجابة للزلزال في حين اختلف الوضع في الشمال السوري نعم دخل ما يقارب اربعمائة وعشرين شاحنة محملة بمساعدات انسانية عبر المعابر لكنها غير طبية كما ان مدير الصحة العالمية لم يدخل معه اي مساعدات على غرار ما فعله في حلب وبحسب ارقام صادرة عن منظمة الصحة العالمية نفسها فقد تضررت نحو سبع مستشفيات ونحو مائة وخمسة واربعين مرفقا صحيا في سوريا جراء الزلزال العديد منها في مناطق شمال غرب سوريا التي دمرتها الحرب على مدى عقد من الزمن وهي اكثر عرضة للصدمات فاقى حجم كارثة الزلزال قدرات القطاع الطبي المنهك اصلا في مناطق الشمال السوري والذي كافح للبقاء بالاعتماد على امكانات محدودة وشحيحة في ظل تأخر دخول المساعدة الطبية وقلتها حتى الان